زمان كان فيه عملية اسمعها عمليات القلب المقفول وخلص مش هتسمع اللفظ ده ولا اسمع توصولنا بك خالق ما اسمعتوش اساسي ان هو يعني دي كانت بقى حاجة كده يعني في الاول خالص ايام ما كان يعني فيه عمليات قلب والقلب كده مقفول من غير مفتح ولا وقف ولا اعمل اي حاجة افتح كده في الايبكس اللي هو البوز بتاع القلب اللي هو زي ما تقول كده رأس القمع لان القلب عامل زي القمع عامل زي المثلث مش مدور زي البرتقانة لا ده عامل زي الكومتراية ليه قمع كده فالقمع ده اللي هو اقوى حتى فيه شبهت دجاجة كده يعني اه يعني حتى لوحد لما يحط ايده على صدره ما يحسش بالقلب معلش خبط المقفول بس لما تحط ايدك هنا في الشمال تحس بنبض القلب اللي هو البطين الايصر اللي هو اقوى عضلة في القلب اللي هو القلب شخصيا زي ما هنشوف دلوقتي فتحسه هنا ناحية يعني ايه الى اليسار قليلا حوالي خمسة سنتي من الميد لاين من الخط الوسطي فكنا نفتح فاتح اسغلنا فيه ويدخل الدكتور صباعه عمياني كده والصمام دايق فيعمل كده فيوسع الصمام ويشيل صباعه تاني ويخلط جرستين هنا ويمشي ببقتش تتعمل دي لانه عمياني وانت مش راف الصمام ويسع عن ديه وبتتعمل بالاسطرة دلوقتي برضو تدخل وتوصل للصمام وتيجي عند الحتة الديقة تنفخ بلونة تقوم فاتح الصمامين عن بعض وبعدك تطلع وتروحه تمام بيتأسهل كتير دلوقتي لما نتكلم عن الانك ممتاز تيجي نجري الفيديو تاني؟ ياريت تعالى نشوف في ايه كده القلب شغال ده بيدخل تمام تعالى بقى نتفرج هنا على تأسيمة القلب انا عايز بقى اتكلم بقى حدك ان نوقف هنا ده جديد هل ده يبين الاجاز الالهي في التشريح او تقسيم القلب كيف تراه كزميل ابحاث القلب بجامع الكلاسكو بريطانيا يا سلام ايه الكلام الجميل ده والله عندك حق يا جاز عظيم جدا سبحان الله انت شفتو حت واحدة؟ تمام محسيتش ان هو متقسم من جوه اربع اوض وصلا ومطبخ وحمام ولا اوزينين ولا باين انه متقسم ولا شيف شرين طالع انا اساس ولا حاجة زي بالذات لما شفتو في الحقيقة لكن لما تيجي تبص على الرسمة البسيطة دي هتلاقي ان القلب متقسم نصين من جوه نص يمين ونص شمال ونص ده لونه ازرق هو مش لونه ازرق هو القلب كله كان لونه احمد عشان التمايز بس اه اه ده ايه بقى في اللي بينه في الشمال ايه؟ هقولك دلوقتي اه القلب ربنا خلقه وانت في جنين في بطن امك اوضع واحدة وبعدين بيطلع من تحت زائدة لحمية كده تقابل زائدة من فوق لحد ما يقابله بعض فيبقى سبتم فاصل تمام سبحان الله فيفصل الشمال عن اليمين سبحان الله ونفس الكلام في الاوزين اللي هم القبطين دول بينهم من وراء الشريان ده بس مش باين سبتم فيفصل الاوزين الشمال عن اليمين ده شمال اهو ليفت صايد وده يمين رايد صايد كل صايد او كل ناحية فيها اوزين اوضع كده زي الودنة زي ما شفناها في الفيديو اللي فات عام زي الودنة ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم أذنين وبطنين أه بقى فيه أذن يمين وبطن يمين حتى في الفيديو بتاع القلب اللي فات كان فيه بتاع زي الودنة كده على اليمين في القلب هي دي كانت الودنة أو بنسميها الأوريكل معناها الأذن فعلا هي دي الأذن اليمين والبطن اليمين وده الأذن الشمال والبطن الشمال إيه اللي بيحصل باختصار كده الدم بيطلع من البطن الشمال خلينا نبدأها كده ما هي دورة وهتلف فأنا هبدأ من هنا زي الدائري كده تبدأ في حتة وترجع لها تاني فنفس الكلام اللي هنبدأ بيه هنرجع له تاني فنبدأ بالبطين الشمال وده أعظم وأكبر وأقوى أوضة في الأربع إيواض بطين الشمال بطين يمين أزين شمال أزين يمين مين أكبر واحد وأقوى واحد البطين الشمال فايديتها إيه بقى؟ هو اللي بيدخ الدم هو ده القلب يعني أي كلام عن القلب من هنا ورايح لو تقابلنا 100 حلقة هيبقى عن البطين الشمال يعني لو واحد قالك أنا عندي ضعفة في عضلة القلب يبقى أصده ضعفة في البطين الشمال يعني لو واحد قالك أنا عندي جلطة في القلب يعني أصده جلطة في الشريان اللي بيغزي البطين الشمال يعني لو واحد قالك عندي مشكلة في نهجان بسبب القلب بيبقى بسبب مشكلة في البطين الشمال ضعف في البطين هو ده يعني ما بيضعفشه وشريينه ما بتتسدش بيحصل بس ده الأكبر وده الأساس يعني ممكن واحد يتولد ببطين الشمال بس ويعيش فعلا يعني القلب تعال بقى نقول الموضوع ده بسرعة كده يعني القلب ما هو إلا بطين شمال ركب عليه بطين يمين وأزين يمين وأزين شمال هو ده الأساسي يعني اللي انت شفته في الفيديو بتاع العملية ده بطين شمال وبطين يمين حاجة كده وأزين يمين حاجة كده وأزين شمال حاجة كده بس اللي بيدخ اللي انت حسه لما تجري وتلاقي قلبك بيدخ ده بطين شمال الكلام الأساسي على مين؟ البطين الشمال ومين الذي يضخ الدم لكل الجسم؟ بطين الشمال ومين الأساسي؟ بطين الشمال ومين الذي ما ينفعش يبوز وما ينفعش عايش من غيره؟ البطين الشمال البطين عشان فيه بطنة كده وهو ده اللي بيدخه وطخينه كبير وصمكه يعني سمك البطني ده اللي بينق الدم يا دكتور؟ لأ لسى هنقولها miserable يعني سمك البطين اليمين 9 ملي سمك البطين الشمال 27 ملي قربة 3 سنتي شوف ده قدي وده قدي فده حاجة كده تعبانة وده حاجة كبيرة كده تقريباً وطبعاً السمك بيختلف أنا راجل ولا سيدة وطويل ولا قصير والعمر وبيتكلم في العمر دايماً لما أقول أرقام في القلب فهي أرقام بتاعة واحد بالخ في العشرينات في التلاتينات تقريباً وزنه 70 كيلو لكن لو قليت أو زيت أو طول أو قصر تتغفر إلى الأرقام دي